يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسي لدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب ثمانية وعشرين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة المناخ تأتي تلبية لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لمؤتمر الأطراف أوضح المتحدث الرسمي أن رئيس السيسي سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والإفريقية بشكل خاص وأضاف المتحدث أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى دبي تضمن كذلك عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات وذلك للتباحث حول دفع أطر التعامل الثنائي وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية